بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله النهاردة أو اليوم الاثنين الموافق 21-9 مجموعة أخبار همة جدا الخبر الأول معانا من حاكورية للحاصلين على 80% بالسانوية العامة والخبر الثاني معانا من التعليم العالي مد فتر التسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة غدا السلساء والخبر الثالث معانا أن التعليم العالي بتطلق أول منصة رقمية للتعلم عن بعد لجميع الجامعات المصرية وكيف إنشاء حساب على المنصة الخبر معانا الثاني بالنسبة لأسعار مجموعات التقوية تصرحات وزير التربية والتعليم عنها اليوم الاثنين وبأيضا معانا خبر أن المدينة الجامعية سوهاج بتعلل عن موعد تسكين الطلاب الجدد والإقامة وشروط التقديم منحة كورية للحاصلين على 80% بالسانوية العامة يحق للطلاب المصريين الحاصلين على السانوية العامة بمجموعة أقصر من 80% التقدم للمنحة الكورية التي تتيح الدراسة في جميع المجالات على أن تغطي الحكومة الكورية تكاليف المنحة بالكامل أعلن المركز الثقافي الكوري بالقاهرة اليوم الاثنين فتح باب التقدم لمنحة الحكومة الكورية لمرحلة البكالوريوس لعام 2021 وتلقى المركز الثقافي بالدك استمارات التقديم للمنحة خلال مواعين العمل الرسمية للمركز من الساعة التاسعة ونصف حتى الحادية عشر أو من الواحدة ونصف حتى الثانية ونصف من الأحد حتى الخميس وحتى يوم 11 أكتوبر المقبل بالنسبة لتنصيق الجامعات 2020 التعليم العالي مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة في إطار حرص وزارة التعليم على مصلحة أبنائها الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغبتهم من خلال موقع التنصيق الإلكتروني قررت وزارة التربية والتعليم العالي مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على شارة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساء غدا السلساء الموافق 22 سبتمبر الجري وذلك بعد أن كان مقرر له مساء اليوم الإثنين وأيضا تطلق أول منصة رقمية للتعلم عن بعد لجميع الجامعات المصري أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الإطلاق التجريبي لمنصة التعلم عن بعد لجميع الجامعات المصرية بالتعاون مع كل من شركة مايكروسوفت العالمية وبلوك لعود لتطوير البارماجيات وذلك بمشاركة مدير عام مايكروسوفت مصر ميرنا عارف وعدد من المسؤولين بالشركة جاء ذلك بحضور الدكتور خالر عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ومشاركة مدير عام شركة مايكروسوفت مصر ميرنا عارف وتعد منصة التعلم عن بعد أول منصة رقمية من نوعه لتقديم كافة الخدمات التعليمية مع وضع أليات تتماشى مع سياسة نظام التعليم الهجي المزمع تنفيذه في الجامعات بدءا من العام الدراسي الجديد حيث تتيح منصة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب التواصل من مكان واحد ضمن تجربة واحدة أمنة ستمكن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز من توحيد اتصالاتهم وبناء غرف دراسية تعاونية تسام في تشكيل بيئات تعليمية تتسم بكونها فعالة وعصرية للطلاب وتتكامل مع الجداول الدراسية بكل كلية ووجود آليات لإثبات الحضور والانصراف وعدد الساعات التعليمية المنفذة من قبل كل عجو هيئة تدريس والطلاب تتيح المنصة أيضا تفعيل حسابات أوفيس 365 لجميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للاستفادة بجميع التطبيقات والخدمات التي توفرها شركة مايكروسوفت استعدادا للعام الدراسي الجديد ولتمكينهم من تحقيق أفضل ما لديهم بشكل ميسر وآمن ويشترط لتفعيل الحسابات الخاصة بمايكروسوفت 365 وتنزيل البرامج والتطبيقات المختلفة ما يلي الحصول على الإيميل الجامعي الخاص بك EDU من خلال إدارة تكنولوجيا المعلومات داخل الكلية والدخول على موقع portshell office dot com ثم التسجيل بالإيميل الجامعي يبقى ده موقع اللي من خلاله هندخل ونسنجل خطوة بخطوة كيف تنشئ حساب على منصة التعليم العالي الجديدة أعلنت وزارة التعليم منذ قليل عن اطلاق منصة رقمية عن بر وتقديم كافة الخدمات وتفعيلها بجميع الجامعات بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية أضف معلوماتك الشخصية ثم قم باختيار جامعتك أضف معلوماتك الشخصية ثم قم باختيار جامعتك ومعلوماتك التعليمية من القوائم ثم رغمت على زر إضافة منصب بعد ذلك سيتم إضافة المنصب إلى الجدول الموجود أسفله إذا كان لديك أكثر من وظيفة في نفس الجامع فيمكنك إضافة منصب آخر عن طريق تقرار القطوة ثلاثة في حالة عدم الحصول على قسمك أو موادك المضافة إلى القوائم انقر على زر طلب إضافة قسم أو مواد سيتم بعد ذلك التواصل على البريد الإلكتروني لتقديم المزيد من التفاصيل والخطوات التي يجب القيام بها ارغط على زر حفظ الحساب لإنهاء التسجيل بالنسبة لأسعار مجموعة التقوية بالمدارس 2020-2021 أطلق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور تارك شوقي تصرحات جديدة اليوم الإثنين بشأن أسعار مجموعة التقوية في المدارس والتي يبدأ العمل بها في العام الدراسي الجديد وكانت وزارة التربية والتعليم قررت محاربة الدروس الخصوصية لتنفيذ خططة فيما يخص النظام التعليمي الجديد الذي يستهدف إلغاء نظام التلقين واستبدالي بآخر حريص يرفع الطالب للبحث عن المعلومات وقالت الوزارة أنها ستضع نظاما جديدا للدروس يشبه مجموعة التقوية بالمدارس على يد المعلمين وبرسوم إضافية أسعار الدروس الخصوصية في المدارس وأكد الدكتور طارق شوقي أن الوزارة حتى هذه اللحظة لم تصدر أي قرارات رسمية تحسم تفاصيل وأسعار وروابط مجموعة التقوية في المدارس في العام الدراسي الجديد ونفى شوقي في تصريحات صحفية الأنباء المتداولة على السوشيال ميديا بشأن الصدور قرار جديد بتخفيض أسعار المجموعة التقوية المدرسية قائلا أنه كلام غير رسمي ولا أساس له من الصحة وأوضح وزير التربية والتعليم نحن ما زلنا نعمل على التفاصيل الخاصة بالقرار المنظم لمجموعة التقوية ولم ننتهي منها أصلا والخبر الأخير معنا المدينة الجامعية سوهاج موعد تسكين الطلاب وسعر الإقامة وشروط التقديم بالنسبة للموعد التسكين بالمدينة الجامعية جامعة سوهاج عقد رئيس جامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز اجتماعا بمجلس إدارة المدن الجامعية وذلك كانوا مناقشة موعد تسكين الطلاب الجرر والقدامة للعام الدراسي الجديد 2020-2021 وقال رئيس الجامعة أن تسكين الطالبات القدامة بالمدن سيبدأ اعتبارا من يوم 27 سبتمبر الجاري وللطلاب القدامة يوم 4 أكتوبر القادم أما بالنسبة لموعد تسكين الطلاب الجرر سيكون برئا من الأحد 11 أكتوبر القادم وأشار رئيس الجامعة إلى أن من لهم الأولوية في التسكين هم طلاب الكليات العملية الحاصلين على تقدير امتياز وجيد جدا من داخل وخارج المحافظة وطلاب الكليات النظرية المقيمين خارجها والراغبين في السكن بالنسبة للمصاريف الإقامة في المدينة الجامعية سوهاج ولفت رئيس الجامعة إلى أن الاجتماع ناقش أيضا مصرفات الإقامة والتغذية حيث تم تحديد مبلغ 3 جنيه للإقامة بالمدن فقط بدون تغذية ومبلغ 5 جنيه للإقامة شاملة تغذية بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة في أول شهر للإقامة مضيفا أن تكلفة الإقامة للوفود من الخارج ستكون 750 جنيه بدون تغذية و1500 جنيه بالتغذية وضافت ساميس زايد أن تكلفة السكن بالجناح المطور للطلاب تبلغ 30 جنيه لليوم الواحد بدون تغذية وذلك في حالة وجود أماكن خالية أما لطلاب الدراسات العلية تبلغ 50 جنيه للإقامة دون تغذية مشيرة إلى أنه ستكون تكلفة الإقامة للوفود 10 جنيهات عن كل ليلة بدون تغذية مع اتزام الطلاب بارتداء الكمامات خلال الحصول على وجباتهم من المطعم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته